السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحب كبلات يبدو أن مشوار عمر السومة مع النادي الأهلي السعودي انتهى وبشكل رسمي إدارة النادي الأهلي السعودي وبعد التشاور وبعد التحاور وبعد التفكير وبعد محاولتهم المستميتة لإغراء عمر السومة للاعتزال بحفل مهيب في وسط جمهور النادي الأهلي السعودي فشلت كل يعني مطالبهم وفشلت كل محاولاتهم وفشلت كل إغراءاتهم وبشكل رسمي قرروا أنهم سيفصلوا في رحيل عمر السومة هذا الأسبوع خلاص أيام قليلة تفصلنا عن نهاية مشوار عمر السومة مع النادي الأهلي السعودي بعد تمن سنوات من العسل وتمن سنوات من الراحة وتمن سنوات من المعاناة يمكن تمن سنين لعمر السومة من الاستقرار ولكن بالنسبة لنا إحنا كمشجعين ما كناش مبسوطين وما كناش فرحنين وما كناش مستقرين البداية بدأت من أني عمر السومة وبعد غبوط النادي الأهلي السعودي عمر السومة جال للإدارة أنا ليا مستحقات 12 مليون ريال عايزهم فجالوا له لا والله طيب نجدوالهم إمكانياتنا المادية ما تسمحش لأننا الآن نادي هابط طيب إذا ما كنتوش هتدفعوا 12 مليون ريال وما هتدفعوا الراتب بتاعي إزاي 3.5 مليون دولار القيمة السوقية الآن لعمر السومة 2 مليون يورو في السنة هتدفعوها منين وإنتو نادي هابط لا يبقى سطب نجمد الأمور وأنا مش معاكم أو مش عارف إيه ويمين وش مال وإنت مش عارف إيه وحافظ على الثمان سنين لا 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 الأمور الآن أمور مدية بحتة ما تجيش تستغل حبي لإدارة النادي الأهلي وللنادي الأهلي ولجمهور الراقي وتستغل الأمر ده لصالحك لا تدفعوا الفلوس بعد كده أفكر أرحل أروح للزمالك أروح للأهلي طبعا للأسف كل مساعي الذهاب للزمالك أو الذهاب للأهلي بقت بالفشل وده بكل بساطة لإني عقد عمر السومة 3.5 مليون دولار إدارة الأهلي السعودي وده من خلال أحد الصحفين المقربين لها فكرت بشكل رسمي وقالت لا طب إحنا دلوقتي هنجيب عمر السومة بتلاتة ونصف مليون دولار طب ما نجيب تلاتة غير عمر السومة بنفس القيمة السوقية وكمان سنهم أصغر طيب إدارة الأهلي السعودي تشيل نص الراتب وعمر السومة يشيل جزء وإدارة الأهلي المصري تشيل جزء لا الأمر ده ما نفعش تعالوا مع بعض نشوف المصادر بتقول إيه وكمان بالمناسبة يعني الأيام اللي فاتت شهدت حركة غير منطقية من عمر السومة هنتكلم عليها بعد شوي طبعا الصحيفة سعودي أعلنتها بشكل رسمي تعالوا نقرأ مع بعض هدد الأسطورة السورية عمر السومة بتقديم شكوى رسمية ضد الأهلي أمام فيفا للحصول على مستحقاتي المتأخرة 12 مليون ريال صحيفة سعودي أصلا كتبت أيضا من حوالي يومين السومة يهدد الأهلي شكوى خطيرة تدمر عشرة الثماني سنوات المحاكم الفيصل الأخير السومة يصاعد أزمته ضد أهل جدة ودي صحيفة الخليج خلاص عمر السومة بدأ يستفيق وبدأ يقول لا ما تستغلوش حبي للنادي الأهلي وما تستغلوش حبي للإستقرار يا إما تدفعوا يا إما هبلغ الفيفا طبعا هم أول ما سمعوا موضوع بلاغ الفيفا بدأوا يهدوا بدأوا يقدروا الأمور وبدأوا يحسبوا الأمور وخلاص أيام قليلة تفصل عمر السومة عن نهاية عشرة الثماني سنوات موقع جول أشهير كتب الأهلي يعلن موعد تحديد موقفه من عمر السومة أما موقع إيرام نيوز كتب الأهلي السعودي سيحدد مصير عمر السومة وبراداريتش والحسن نداو خلال الأسبوع الحالي طبعا على الأغلب كل تلك الأسماء سترحل عن النادي الأهلي السعودي ليس لها محل من الإعراب قيمة سوقية كبيرة جدا جدا والنتيجة النهائية مفيش بنتكلم عن نادي في دوري الدرجة الأولى بأقل عدد من اللاعبين ممكن يطلع من دوري الدرجة الأولى مع أني أنا شخصيا أنا مؤمن أن النادي الأهلي السعودي مش هيطلع بره نادي دوري الدرجة الأولى مش هيطلع العام المقبل مش هيطلع للدوري الممتاز وتذكروا كلامي جيد لأن نادي بتلك العقلية المادية البحتة نادي يأكل حقوق لعبيه ويتعامل بتلك الطريقة مع عمر السومة اللي هو أبرز نجوم النادي الأهلي يستحيل أنه هو يوصل للدوري الممتاز مرة أخرى وما يستهلش أنه يروح للدوري الممتاز إحدى الصحف الأخرى وهي صحيفة الجهات كتبت الأهل السعودي يقترب من حسم مصير السومة طيب مصير السومة فين وبشكل الرسمي وبنسبة جبيرة جدا جدا وبناء على تقارير صحيفة الوئام عمر السومة يحسم وجهتي المقبلة ويقترب من هذا النادي إيه هو هذا النادي النادي الأقرب ويمكن كلنا كنا متوقعين أن عمر السومة يروح لأحد أنديات الدوري الإماراتي أو نادي القادسية الكويتية ولكن الأمور كلها تتجه ناحية نادي من أنديات الدوري الإماراتي وهو القابع الآن في المركز الرابع برصيد 45 نقطة وهو نادي الجزيرة نادي الجزيرة الإماراتي من الأندية ما نقدرش نقول أن هي المتميزة في الدوري الإماراتي هي بتحاول جاهدة أن هي تطلع من رقم 4 وتروح لرقم 1 أنا أعتقد أن هي فرصة مناسبة جدا بالنسبة لعمر السومة واللي عنده إقامة ذهبية واللي يقدر يعيش في الإمارات كمان بشكل مستقر هو وأسرته ناس كتير اتكلمت اليومين اللي فاتوا على أن ممكن عمر السومة يروح لنادي الناصر السعودي وبالفعل عمر السومة من قبل والآن كان من ضمن الأسماء المطروحة للذهاب والتوقيع مع نادي الناصر ولكن إدارة نادي الناصر الجديدة بتفكر بشكل مختلف وأكيد كلكم سمعتوا أن نادي الناصر السعودي في الأيام اللي فاتت تخيلوا يعني طبعا الأمر يعني خارج إطار التخيل لكن إدارة نادي الناصر فكرت في الأيام اللي فاتت أن هي تتعاقد مع كريستيان رونالدو تحديدا بعد ما كريستيان رونالدو يعني أعلن بشكل رسمي أنه مش عايز يكمل مع منشستر يونايتد طبعا القيمة السوقية لكريستيان رونالدو كبيرة جدا ولكن نادي بحجم نادي الناصر يقدر عليه تحديدا وإن نادي الناصر هذا العام واحد وستين نقطة في المركز الثالث فتعور جامد تعوره جامد في هذا يعني الأمر ثلاث المركز الثالث بعد ما كانوا دايما بيطلعوا المركز الأول بعد ما كانوا بي نفسوا على المركز الأول العام الماضي وقبل الماضي وطبعا رحيل عدد من النجوم عن نادي الناصر هيخليهم في الأيام المقبلة يفكروا بشكل استثمار وطبعا المستثمرين والهيئات السعودية تتمنى أنها تستثمر في نادي بحجم نادي الناصر نادي كبير وبينافس كريستيانو رونالدو مش هيروح نادي الناصر لكن النادي اللي بيفكر يستدعي ويستقدم ويوقع مع كريستيانو رونالدو يستحيل يوقع مع عمر السومة يستحيل لأمر مستبعد تماما طبعا بكل تأكيد تحديدا وإني لا نخفيكم سر عمر السومة قيمة السوقية جلت أديله سنتين مع النادي الأهل السعودي غاب فيها عن الحساسية التهديفية المعهودة مستوى الفني يقينا هبط لأن انت حالتك من حالة النادي اللي انت بتلعب معاه عمر السومة بيلعب مع النادي الأهلي بهذا المستوى الضعيف يقينا المستوى ضعف معاه بكل أسف ناس كتير برضو تكلمت الفترة اللي فاتت عن انتقال عمر السومة للدوري الكويتي من بوابة نادي القادسية الكويتي نادي القادسية الآن في المركز الخامس برصيد 30 نقطة طبعا الأمر ده مستبعد تماما كان في الأول ممكن يكون مقترح وأكيد إدارة القادسية بتفكر في الأمر ده ولكن عمر السومة مش هيرضى عمر السومة مش هيرضى عمر السومة لو هيوقع مع الدوري الكويتي وافتكروها كويس ممكن يوقع مع نادي الكويتي الكويتي أول الدوري الكويتي لكن أقل من كده لا أنا معتقدش أخيرا ناس كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت بدأت تتكلم وللأمانة كلامهم منطقي عن فكرة اعتزال عمر السومة ويمكن أول من فتح موضوع اعتزال عمر السومة كان بكل أسف إدارة النادي الأهلي السعودي هل عمر السومة ممكن يعتزل؟ ممكن وارد جدا جدا ومنطقي جدا جدا أن عمر السومة يعتزل لأسباب عدة أولا عمر السومة مش هيقدم في الأيام المقبلة والسنين المقبلة اللي هما ممكن يكونوا سنتين ثلاثة على حد أقصى تقديري يعني زي اللي جدّمه من قبل لا عمر السومة قدم الكثير عمر السومة الآن عليه أن يحافظ على الصورة الرائعة التي كونها عن نفسه في الأيام اللي فاتت ويحافظ على تلك الصورة ويحاول أنه يعمل فريز أو تجميد لتلك الصورة وتجميل لتلك الصورة فالخطوة المقبلة أو الخطوة المقبلة عشان نتكلم بلغة عربية ممكن تكون الاعتزال آه وطبعا اعتزال عمر السومة مع الأندية يعني اعتزاله دوليا بدون أي نقاش ماركوس باكيتا كمدرد بالمنتخب السوري عمره ما هيستدع عمر السومة وهو ما بيلعبش مع نادي أي مدرد في العالم بيعمل كده دلوقتي خلاص تكلم دلوقتي على الفين اتنين وعشرين بشكل كرة القدم الحالي مستني أعرف رأيكم تحت في التعليقات هل أنتم مع رحيل عمر السومة لنادي الجزيرة الإماراتي هل شايفين أن عمر السومة خلاص ينهي مسيرته على تلك الصورة الزهية والرائعة مع النادي الأهل السعودي فيما عدا آخر موسم من الدولة طبعا كان موسم مؤلم جدا وصورة ما كنتش أتمنى أن عمر السومة يعني ينهي حياته بتلك الطريقة ولكن في النهاية احنا بنتكلم على أمر واقع انتم شايفين إيه تقبلوا كل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته